السلام عليكم والإخوان والأخوات عن طريق المواقع الحكومة ممكن لك تستخرج جميع الوطائق الخاصة بك بدون الذهاب إلى المكاتب ودائما عبر سبيد طبعا لهذا كنصح أي شخص يصابه ره ضروري ومهم اليوم سنرى كيف تخرج الكود كما كنا نعرف من موقع الأجنسية الإنتراتي طريقة سهلة ومن المنزل عبر التليفون أو الكمبيوتر ستقوم بهذه العملية كيف ما عرفنا الإخوان بغيت نذكركم كيف ما عرفنا هذا العام الي هو 2020 بزاف دين الناس فينا هنا في إيطاليا دخلوا الكاسة إنتيجراتيوني وفي هذه الحالة سيكون عندك كود آخر الي هو الكود ديال الكاسة إنتيجراتيوني من غير الكود ديالك الي كتاخده كل عام الي كتعطيه اليك لتزين دا ديالك في الخدام يعني عندك هذا العام الي هو 2020 عندك جوج كودات واحد الكاسة إنتيجراتيوني واحد ديال زين دا ديالك تعطيه اليك كل عام تقريبا اما في شهر جوج لشهر ثلاثة ولشهر ثلاثة ولشهر ربع على حساب الخدمة ديالهم غادي نشوفو الآن الطريقة وره بإمكان أي واحد أنه يحملها ويخرج الكودات دياله اللي بغى وضروري من سبيد الإخوان باش تدخل لهاد الموقع أنا دابا ديجا دخلت بسبيد ديالي غادي نشوفو العملية كيفاش كتم دائما في موقع الأجنسية ديالانتراتي أول حاجة غادي نبركو عليها هي كونسولتاتسيوني اللي كنشوفو أمامنا لهي كونسولتاتسيوني هي أول مرحلة من بعد قد خرجنا هاد باج هذي عفوان ذكشي اللي تحتها نكليكيو على كاسيتو فسكالي كاسيتو فسكالي هي المرحلة التانية من بعد ما كليكينا عليها غادي تفتح لينا هاد المكان هادا اللي مكتوب فيه كاسيتو فسكالي برسونالي كاسيتو فسكالي برسونالي الأمور رها واضحة وسهلة الإخوان غير بالسمع ممكن دير هاد العملية هاد تخرجنا هاد الصفحة هادي من بعد ما كليكينا على كاسيتو فسكالي من بعد كليكينا عليها كيخرجنا ديكياراتسيوني فسكالي. غاد نشوف والهي. وغاد نبريك اننا نكليكيو عليا. كتبالينا ديكياراتسيوني فسكالي. كذلك غاد نضغطو عليها. وغاد نلقاو تشرفيتيكاتسيوني وونيكا. ليهي امامنا تشرفيتيكاتسيوني وونيكا. غاد نكليكيو عليها. من بعد مباشرة ما كليكينا عليها. غادي تفتحلينا هاد البادش list هذي. اللي غادي نشوفه الآن. اللي فيها كيفما كان يشوفه هنا. يا.ali.لي 2017. ليهو 2018. كان اناخذو في 2018. واللي 2019. لي كان ناخذو With 2020. ولا 2018 كان ناخذو في 2019. واللي ادي دي لالفين و سعطاش كنناخدوه في الفين و عشرين را العملية سهلة الاخوان هذا كان آآ كان كل ما كيخص استخراج الكود الخاص بك من الموقع لاجنسية دي لانتراتي كيف ما كتشوف معايا هنا ممكن انك يعني لك انتي باغي الكود دي لالفين و عشرين تكليكي على المكتوب تما الفين و عشرين كتخرج لك واحد الباج اخرى باش تستامبي في حالة ما الا كان عندك كمبيوتر في الدار رقاضي تستامبي عادي ولا تديري سكاريك مثلا وتتحوله ليميل يعني تدير لين فيا تديره في ليميل وتمشي الشي سيبير حدا كلاش حاجة و كتستامبيه عادي و كيخرج لك الكود دي لالك و كيف ما كنشوفه هنا من الفين و سبعتاش الفين و ثمنتاش الفين و سعطاش الفين و عشرين و انت لك الاختيار في الكود اللي بغيتي و كانت هذي طريقة سهلة في استخراج الكود من موقع لاجنسية دي لانتراتي نتمنى يكون فيديو مفيد للجميع والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اشتركوا في القناة